ثم استثنى الحق جل وعلا من هؤلاء صنفا قال في حقه سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا الاستثناء الأول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي لا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق فإنهم على عهد هؤلاء وإن العهد أشملهم والوفاء بالعهود والمواثيق والعقود والوعود عظم الإسلام العظيم شأنه جدا غاية التعظيم كما حرم الإسلام الغدر والخيانة ونقضى العهود ونقضى الوعود ونقضى العقود قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وفي الحديث الجميل العظيم الصحيح الذي راه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسي وابن مماشا من حديث عمر بن عبسة أو عبسة بفتح الباية أو تسكينها صحيح قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء فليترجم أولادنا هذا الحديث للغات الدنيا ليعلم أهل الأرض تعظيم الإسلام للعهود وتعظيم الإسلام للوعود والعقود قال جل جلاله في استثناء ثاني أو جاءوكم قوم آخرون أو جاءوكم حصرت تدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا هذا هو الصنف الثاني وهذا هو الاستثناء الثاني في الآيات العظيمة لقوم آخرين آخرين يريدون أن يقفوا على الحياد فيما بينهم وبين المسلمين يريدون أن يقفوا على الحياد فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال فتضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين فيكفوا أيديهم عن الفريقين معا يكفوا أيديهم عن الفريقين أي عن قومهم وعن المسلمين في آن واحد ليه إنهم يتحرجون من قتال هؤلاء وقتال هؤلاء كما قال رب الأرض والسماء أو جاءوكم حصرت تدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أي تضيق صدورهم عن قتال قومهم فهم منهم وتضيق صدورهم في الوقت ذاته عن قتال المسلمين يريدون أن يقفوا على الحياد بين الفريقين لكن الحق جل وعلا يمتن هنا على المؤمنين بأنه سبحانه هو الذي كفبأت هؤلاء عن المسلمين وهو جل وعلا الذي قذف في قلوبهم الرعب وضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين فقال سبحانه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي لو شاء الله جل وعلا لسلط هؤلاء الذين وقفوا على الحياد فلقاتلوكم وصاروا عدوا لكم في صف قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ترجمة نانسي قنقر